السلام عليكم في طريق من بني مزار للباويتي الوحاة البحرية وفي طريق من ديروت للفرفرة وفي طريق من منفلوت لبلاط وفي طريق من أسيوت للخرجة وفي طريق من غرب أرمنت والأقصر لباريس لكن مفيش طريق من سهاج للوادي الجديد وأهل سهاج بيتطروا يلفوا لفة طويلة علشان يوصلوا للوادي الجديد يعني بيمشوا على الصحراوي الغربي شمالا علشان ياخدوا طريق أسيوت الخارجة أو يتجهوا جنوبا في طريق طويل وصعب جدا فيوصلوا الواحد باريس فباختصار أهل سهاج بيطلبوا الحكومة ومحافظ سهاج ومحافظ الوادي الجديد باستكمال إنشاء ورصف الطريق اللي هيبدأ من الصحراوي الغربي قرب مطار سهاج ومدينة سهاج الجديدة ويتجه الطريق ده للجنوب الغربي لمدينة الخارجة في الوادي الجديد وهيكون طوله حوالي 140 كيلو لأنهم اللي هم أهل سهاج يعني لما بيلفوا من طريق أسيوت فبيكون المشوار أكتر من 280 كيلو يعني أكتر من ضعف المسافة المباشرة اللبني ده هو نهر النيل والأصفر ده هو خط السكة الحديد ومحافظة سهاج تقع بين محافظة أسيوت شمالا ومحافظة قنة جنوبا وفيها طمة وطهطة والمراغة وجهينة وسقلتة أو سقلتة وسهاج وإخميم والمنشاة وسهاج الجديدة والعسيرات ومطار سهاج وجرجة وقرية برديس التابعة لمركز البليانة ومركز دار السلام ويتبعه قرية الكشح وعاوز من حضراتكم تعرفوني الناس اللي عايش هناك وبتسافر هناك الطريق المتعرك ده لوسط الجبال هل الطريق ده شغال ولا مش شغال مفتوح ولا مأفول ونتمنى من المسؤولين الإسراع في تنفيذ طريق سهاج الخارجة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته